السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح النموذج الثاني لفرض مادة علوم الحيث والأرض الاسبتة بالنسبة للأولى تانا والإعداد إذن هذا سيكون هو الفرض الأول في الدورة الثانية سأصبق لنا وحتنا لكم نماذج أخرى دي المواد أخرى إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتبعيل زر الجرس باش يفصلكم دائما كل جديد يعني باش بقوية لعليكم هادوك للنوتيفيكاشون من فو سنحطو صحيح دي الفرض معين للمادة معينة وأيضا غادي تلقاوا في صندوق الوصف الرابط دي التحميل الفرض يعني مباشرة تحت الفيديو غادي تكليكي وعلى هادوك اللي غايت لعليكم ورا غايت ديكم مباشرة للسيد وفي هادوك للسيد غاستقدرو التليشارج والفرض باش تشتغلوا عليه لنبدأ برستيطوشون دي كونيسس كوشي لابون بروبوزيشون هنا عدنا مجموعة من لبروبوزيشون تلبو أننا خسنن ديرو علیماء على la proposition لسحيحة pour classifier les êtres vivants on identifie d'abord un ou plusieurs critères de classification تلقاوا في صحيحة نديه للماء les végétaux peuvent être classés en group les vertébrés et les invertébrés تلقا انه دي نعم السحيحة La sortie géologique permet de réaliser un ensemble d'activités qui servent de support pour étudier et expliquer les phénomènes géologiques externes. Les insectes possèdent une colonne vertébrale. La deuxième question, reliée par une flèche l'expression du groupe A avec celle qui lui convient dans le groupe B. Est-ce que c'est une différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives ? Ensemble, dessine avec leur explication. Représentation à l'échelle réduite représentant des relèves d'une région géographique de manière précise sur une surface plane ou bien rapport entre distance sur la carte et la distance réelle sur le terrain. C'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives. L'échelle, d'après l'échelle, تعونا . C'est le rapport entre distance sur la carte et la distance réelle sur le terrain. La carte topographique C'est la représentation à échelle réduite représentant des reliefs d'une région géographique de manière précise sur une surface plane. La légende de la carte C'est un ensemble Des signes Avec leur explication On passe à la troisième question Trouver l'intrus Qui se cache Dans chaque liste Des mots La deuxième partie Le document suivant Est un extrait D'une carte topographique D'une région Donner l'échelle De cette carte Le document يعني أن 1 سنتيمتر تمثل 25 ألف سنتيمتر في الحقيقة أو في ريالي الده. ده. مسجرة لدستانس انتر الده و السي. سنطلب منه أننا نحسبو المسافة الفاصلة ما بين الده و ما بين السي. إذن سالة غادي ناخدو المستارة و غادي نعبرو هاد المسافة شحال كتساوي. إذن تقريبا كتساوي الثلاثة فاصلة خمسة سنتيمتر. التخزيين كيسيون. تالكولي لدستانس غيال. إذن هنا مطلوب أننا نحسبو المسافة الحقيقية لأن هذه المسافة ركينا فقط في هذه الخريطة المصغرة. احنا بين المسافة الحقيقية. يعني في الحقيقة هذه الثلاثة فاصلة خمسة سنتيمتر شحال كتساوي. هنا راه نفس التمرين كنتش خدمتو معاكم في النموذج الآخر دي الفرد الأول نصف دورة الثانية دي الاسفتة. إذن قلنا أننا لديستانس غيال. إذن قلنا. غادي ناخد هات الشي اللي حسبت من مستارة. هات لديستانس غيال. ثلاثة فاصلة خمسة. وغادي نضربها في المقام دي لديستانس غيال. لديستانس غيال. ثلاثة فاصلة خمسة سنتيمتر. في الحقيقة راهي سبع وثمانين آلف وخمسمية سنتيمتر. باكات خيام كيشين. ديترميني الكوي ديستانس دي ست كارت. إذن هنا خسنين حسب الكوي ديستانس يعني المسافة الفاصلة ما بين جوج دي المنحنايين المستوى. إذن كيف ما كاتلاحضوا أنه نارا ما عادي نيش لكن سهلا لكي تتخرجوهم الطريقة التي ستعتمد عليها هي كالتالي الاقوى سنأخذ أكبر قيمة 170 سنقص منها 130 يعني 170 ناقص 130 لا شي سنقوم هنا هادي مع هادي أو هادي مع هادي يعني سنبقى في نفس المنحنيات المستوى المنحنيات المستوى سنقص منها نحن نقص من هنا سنصبرها 1 هنا يجوج 3 4 ثم نقسم إلى 4 170 130 سنقص على 4 سواء 10 يعني ان من هنا لدي 10 متر ومن هنا لدي 10 متر ici on a 10 m et ici on a aussi 10 m 130-140 يعني هنا c'est 140 150-150 يعني أن هذا la courbe du niveau c'est 150 150-160 donc c'est 160 et 170-170 c'est clair la cinquième question tracée sur le profil topographique entre A et B c'est plus la bonne topographique c'est plus la première on présente la soit un dissélu pour donner une circulation ici on a ici on B on y on a on a on a ha 1 c'est plus la c'est plus la c'est plus la c'est plus la on ensuite رضاً جاهزة ثم ننصح للفريق التنمية تصغير التنمية 10 الغير نزيد كما تنمية التنمية هي تسعين مية مية وعشرة مية وعشرين مية وثلاثين مية وربعين مية وخمسين مية وستين حتى المية وسبعين صافي أنا وصلت للأعلى قالت شي شي دا عندي هاد لي فالور اللي درت هنا نفسهم كنحطون فجال أخرى وكنحطار معدد المربعات اللي خليت يعني هنا حطيت 80 80-10 100 110 120 130 140 150 160 170 علش كنحطون هنا لأجب أن نعطلون هنا ونبقوا مختلون الإسقاط لا تردونون هنا لنظر النقطة في نجد المربعات هذا الممشوز هذا كاملين كي يتقاطعوا سنحددهم هنا سوف يعني حددت النقطة تقاطع هذا با سنجد لهم الاسقاط يلا سنجد بالأولا اللي كي نحدى النقطة شوفوا معايا هاد الاكورد نيبو حالة التيتودي دياله 80 يعني هاد الاسقاط ديال النقطة خاصوا يكون قدام 80 يعني غادي نهبط هنا يغن دير خطوط متقطعة ثم اغديرهم قلم الرصاص باش تمسحوا هاد الخطوط في الاخير وغنقها بتهابتها تحت نوصل 80 ونوضع النقطة غادي نجيل المنحنة المستوى اللي كي نحدى 80 راح سبنا ليكوي ديستانس قلنا يا عشرة يعني 80 هنا هاد هاد الاكوردين يفقس نزيد الى عشرة هي 90 90 زائد عشرة هي 100 100 زائد عشرة هي 110 هاد الاكوردين يفقس نزيد الى عشرة هي 100 120 اذا سعلا غادي نجي نشوف لأكورد نيفوليكي 80 ايش حال فيها 90 يعني غادي نجي غادي نجي غادي نشوف غن دير اسقاط حتى نوصل حدى 90 وغندير النقطة قدر 90 غنشوف لأكورد نيفوليكي 91 هي 100 يعني غن دير الاسقاط حتى نوصلوا المياه وغندير نقطة يعني قبالت 100 هاي قبالت 100 قبالت 100 غادي نجي نشوف هاد الاكورد نيفول 110 غادي نهبط حتى ال 110 واندير قوان غادي نستمروا حتى نكملوا هادي 120 غادي نمشي داب الجاعة الاخرى شوفوا معي هاد النقطة هادي رايب الكورد نيفوليكي يكونوا على شكل دوائع يعني الى كانت هاد الكورد نيفوليكي 130 اخديت النقطة هنا 130 اخديتها هنا 130 اخديتها في اي بلاسة تساوي 130 يعني ان هاد النقطة اللي جاز في نفس منحنة المستوى راك تساوي نفس القيمة اللي عندي هنا هادي 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 140 150 150 هادي نديروا نقطة قدر 150 هادي 160 هادي 170 في سماعي الدائرة جاز في الوس هاد منحنة المستوى هنا ها راك تكون 170 وإلا جبت الدورة على التهنة هادي تكون 170 يعني هادي بقاو كي يتعودوا هاده كل القيم ها 170 هادي كشاش كتلكم كنكتبو هنا باش ما نبقاش نشوف الجيال اخرى يعني هادي عندي قرابين هادي 170 هادي نقطة هادي شوفوا معي احتها هاد النقطة فيها 170 هادي سيكون حداها تقريبا هادي سيكون هادي هادي سيكون في نفس لانيني لكن سيكون محتوي ديت تباعد هادي 160 هادي 160 هادي 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 من المنطقة X لن نسميها X لن نسميها X ونكسب هنا الأشياء 1 sur 25 ميل هنا نقطة A هنا نقطة B وبالتالي نكون قد نتهينا من تحيح نموذج ثاني لمادة علوم الحياة والأرض بالنسبة للمستوى الأولى ثاني وإعداد الفرد الأول في الدورة الثانية جميعنا نجد أن تلقوها في هذا السيط هذا www.s1.com نتمنى لكم التوفيق لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إلى اللقاء